ناخد بقى الجزء التاني من آآ المحاضرة بتاعتنا. تعالوا نروح الاول للجزء بتاع مادقي ان انا عايز اروح لآآ واعمل اعتقد ان كل واحد متسنتر لكن نفسه مش بعقول له ستة. دعونا راحت حتى لايه الاكسس دول نفسها. تمام? هلاقيها مش معبودة فيه السنتر اعمل دي كده هلاقيها مش معبودة فيه تمام? طيب على كلنا عشان ما نعودش نعمل حاجات ما لاش لازمة نروح لأول حاجة اللي هو حرف الـ او هروح لكله وهعمل بالمنزر ده لو عملت كده كله هيوقع في الارض. اجي على الفلور ديناميك تاج عشان نعملها تاج. خلي بالك ان لو نزل على مبراف غير لما بينزل على لو نزل على بيحول ده ليه او جسم تصادمي سابت. يعني انا اخلي بالك في في الـ في الـ عامل ما عليها هيكت خمسة انا اعملها خمستاشر. خمستاشر هيبقى حسابات اضبق بكتير قوي قوي قوي. لو خليناها مسلا خمسة وعشرين وخلينا متعارفين دي معناها ايه? معناها انه هيقسم الفريم الواحد خمستاشر فريم. طبعا مش الطول. لا ده خمستاشر فريم حسابات ديناميكس. تمام? ادي الموضوع وما فيه عشان كده بصوا حتى لو عملت كده. تمام? الحسابات بقت اضبق. طيب. تعالوا بعد كده. انا مش عايز دولي تحركوا مرة. اولا انا عايزهم يتحركوا لما اؤثر عليهم بحاجة معينة. الحاجة اللي انا هأثر بها ممكن اي حاجة ممكن كيوب ممكن سفير ممكن اي حاجة. لكن طالما انا عندي طب ما انا ممكن اروح لمجراف واخد بصفعة ان هو اللي بيأثر على ممكن اخد لكن انا عايز اولا اقول لكم خلوها بالراندوم طبعا القصة دي كده مش هحتاجها. انا كل انا عايزه ان انا عايز اروح للفول اوف. اروح للشيب. هيخلي الشيب ده وليكن بالزبط زي ما تشايفينه. بالشكل كده انتو شايفينه. ده كده. بس انا مش هعاوزه كده. انا هروح وهخلي الزد ده بزيرو. هروح للطب. وهروح له الروتيشن ومسك عشان الفه تسعين درجة. وهاخده هنا كده. اطوله بس حبة بالشكل. ده كده واخليه هاني. ااجي للفراند. تمام? وهروح على الفولوف. وهعمل هعمل الولايه. تمام? مفيش مشكلة وكل حاجة تمام مفيش اي مشاكل دي فورم. لا اه برامتر. هي البرامتر. شوفوا بقى. هاخد الاربعة ديناميك تاج ده واروح لكو الليجن طبعا بقون التريجر انا مش عايزه هايقعوا على طوله. تمام? لكن انا مش عايز كده. انا عايز لما ده يعدي يكسر. لو انا روحت التريجر وقلت له اد فيلوسيتي بيك. اد فيلوسيتي بيك يعني تحت تأثير قوة دفعة. قوة دفعة. طب قوة الدافع عندي مين? الراندوم الفيكتور. كل ما انا عايزه هنخلي راندوم الفيكتور صغير قوي. ليه? اصلا انا هنخليه اثر على ده. بس. يعني انا هروح كده هحط للراندوم الفيكتور ده واروح عند ستين واخلي راندوم الفيكتور ده يبقى هنا كده. واحط تمام? بصوا كده. حلو? كده تمام. في بس حاجة ان انا ممكن على حسب الشدة بتاع الحركة عايز الحركة شكلها عايزة شكلها آآ حد قوي ممكن تيجي على الفولوف وتقلل الفولوف خالص بالمنظر ده هتلاقي الحركة حدة جدا هتلاقي دول طلعوا مرة واحدة اهلا بصوا كده. شايف? مش كويسة. ممكن عاملها كده. الحركة هتطلع سموز قوي قوي قوي. ده اللي انا محتاجه. طيب. كده هو اجاب حتة لكن الباقي. انا معي ده الديناميك بتاعه دول هعكسهم. هخلي دول كده. وبدل ما هم هقول له يعني في حالة ان جسم يخبط فيه. بصوا كده. هو مش يجرى حاجة بس. عايزة واريكو. طبعا ما ما حصلش اي حاجة. تمام? ممكن اروح للراندوم واروح او للبرامتر. اعلل شوية على زد. كده هو يحصل. لو انا عملت كده. تمام? يعني ما معليش قوي ممكن اديله شوية هو كده مش يحصل حاجة برضو على فكرة. لكن اواريكو امتى هيحصل دلوقتي. وانا جيت عملت كده. كده فيه. عشان بقى تحصل حاجة فعلا وده يخبط في ده وده في ده وده في ده زي ما انتم شفتو. هروح او القوة وانزل الويند. هروح كده. هخلي الويند برضو تسعين درجة. وبصوا اجي على فلتر واقول له عشان اقدر ان انا احرك الويند في كزا اتجاه مرة واحدة. هخلي الويند هنا كده. وهعمل لها بس ايه? سنة لفوق. سنة بس ممكن مش قوي كمان. سنة لفوق. لو انا خدت الويند دي خلتها مسلا وابتاكن عشرين. زودته. برضو زودته. على فكرة يعني هتلاقوا ان الكتل اللي او اللي بتاعتها او الكتلة بتاعتها كبيرة هتبقى تقيلة عن الكتل اللي بتاعتها قليل. طب مش مش هعاوزها دلوقتي او ممكن عاوزها بس هنشوف لو احتاجناها يعني. طب انا لو عملت كده حاجة تغيرت. بصوا كده. فيش حاجة تغيرت. ليه? لان الديناميك تاج ده. اه اسف. الديناميك تاج ده اللي هو عاديه. في الفورس ما اراش مين الويند. ما اراش الويند. اسحب الويند انزلها له كده. ولاحظوا ان الفورس مود معنى كده انه مش هيبص لدي لانا هقول له انكلود. طب تعالوا كده نشوف هل في تغيير ولا مفيش تغيير? مفيش تغيير. بس اعتقد مفيش تغيير. لان عايز الويند اكتر من كده شوية. طب تعالوا نشوف هنا كده. الاخبار اه. في حاجة ان الويند تحت الارض. الويند تحت الارض. طب تعالوا نجرب كده ونشوف هل الوضع هيختلف ولا مش. اه اختلف. اه اي وضع ما اختلفش. تاني. طيب اه ام. مشي للراندوم. وبدل راندوم نحط. اعتقد لان الويند افكتور هيقصر على الويند ترانسفورم مش لوكال ترانسفورم. اصلا يعني ايه وورلد ويعني ايه لوكال. الراندوم لما بيأصر على الويند بيأصر على الويند بتاع الجسم ده نفسه بس اه ام. بالنسبة للكوردينياتس بتاعة الجسم نفسه يعني حرف التين. لكن الويند افكتور لما بيأصر بيأصر على كل الجسم ده بالنسبة للسين. فده اللي انا عايزه. هاروخ للويند. وهخلي الويند ده او او خلي الويند افكتور يحركوا حركة بسيطة ولتكن مسلا اه عشرة. بس في اتجاه اه. طب ما نعمل الاول الفول اوف. الفول اوف الفول اوف لينير. تمام. تسعين. تاني نفس الحركة. خلي كده. واخده كده. وبرضو نفس الموضوع. واخده. يلا كده. تمام. اه اعتقد ان دور كلهم ما ارغوش متهيئة اليوم. فعلا ما ارغوش. اقفل دي انك لو عملت سلكتا على ده هيضيع دي. خد بقى ده حطه كده. بس كده هيبقى كله قاري. حتى زي ما انت شافين هو اسر اسر عليه بالفعل. اه ولو قلنا لا اكس لأ انا مش عايز يبعد ورا. تمام. اه زيرو. نغرب. نغرب. طيب. ابص اه. كده عمره ما هيتفك. يبقى انا هسلكت ده كله واقول له بمناسبة كانت ممكن دي تحل الموضوع مع لكن يلا خير. لو عملنا كده. تمام. طب هل محتاج ده يكبر شوية? هيقلي. اعتقد. طيب كده ضمننا ان مستوى الحركة تمام. جميل نفك بقى ده كله من بعضه. هنفك ده كله من بعضه ازاي? هنروح على كل الديناميك تاجس دي. هقول له اول حاجة انهير التاج. انهير التاج معناها انه هياخد الديناميك تاج ده كأنه بالضبط هيعمل كوبل اللي تحت الفراكت شر. هقول له. بالمناسبة احنا مش هنحتاجها بس. اه لا هنحتاجها عشان اكسام تخبط في بعضها. الانديفجول هي دي بقى. خلو بالكو لما انت بتروح تقول لفراكت شرق اوبجيك تعمل لي اكسي بلوت سيجمينتس بيبقى كل اوبجيكت من جوه اللي هو دول اللي هما الوبجيكتات دي كأنه حاجة لوحده. في الحالة دي هقول له اول. بصوا كده بقى. اه. ليه بقى? خلي الويند عشرين لا حسن ده كده الويند هتنسفه يعني. طيب حلوة قوي 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 الموضوع ده. برضو نخليها عشرة. التربلونس هنزوده شوية الفريقونس هنزوده شوية. ما تيجو نبص هنا بقى ولا احنا مناش نفس. ما عم بص هنا كده. سليكت اي حرف من دول. نلفه. تعالوا كده ايه? نشوف الدنيا. عاملة ازاي? ماشي. نزبطها بقى. اولا زي ما انتم شفتوا في الفيديو ما فيش جرافيتي اساسا. يبقى انا هروح جنرال وهقول له الجرافيتي خليها لي مسلا بيمتين ولا حاجة. حاجة اقول ايه لكن. تعالوا كده نبص هنلاقي في فرق في فرق. اه في فرق. تمام? في فرقات مش فرق واحد. خلي دي ولتكن خمسين. بالزبط زي ما احنا شفنا. كده بالزبط زي ما احنا شفنا. مع تقليل بس للاخت دي كده. ولا ليه? خلي دي عشرة. ونخلي التربلونس قليل شوية. تمام? ونشوف. تربلونس سكيل ونخلي دي تمانية. وبرضو نشوف. حلو. حلو 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 يعني. اه نيجي الويند بقى. الاخت ويندي دي. هي بتعمل كده دي. طب لو انا رحت للويند و هو فين ساهم? انا والله ما انا فيها شايف الساهمة اصلا. عليش يا جماعة العطب عن نظر. بس كده. هو طيب. تربلونس. ما قال له. والله الواحد بيتحقص فينا عنه فرسا. مش عارب انا دي. ليه بتيجي عند الحتة دي. يا سبحان الله طيب. اه خلي دي صفر يا رخرة. اه. الاو والاو. الدول. دول ما لهم بقى. دول ما لهم ما لهم. ما لهم خير. فيش اي مشاكل يعني. هذه الويند. طيب خمسة. تمام. مش. اه ليه حاس ان دول خبطين في الارض. انا انا حاسس ان هم خبطين في الارض فعلا يعني ان اللي بيحصل ده. اللي بيحصل ده. اه فعلا فعلا في يعني هي خبطة فعلا في الارض عشان كده حصل ان ضربت هي الفوق. طب لو احنا روحنا ادي ار 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 او. اوه. وبس يعني لو 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 يطلع جدع معايا ويطلع فوق بس ايه يعني. بقى مارد. بقى مارد بس انه ما يبعش. بقى خبط في الارض. كده هو مش خبط في الارض. اما نشوف بقى هل دي المشكلة ولا مش دي المشكلة. لو مطلع عشي دي المشكلة. هوقف الورشة. طبعا مش هيحصل يا لنه. اه طب تاني. طب هو ايه المانع? ايه المانع? لو انا خليت ده. لو انا خليت ده. يروح لورا خلص كده. بتاعه تبقى كده. والسكل بتاعه يبقى كبير شوية. غير كده كمان مش عايز الفول اوف دي. لو الفول اوف دي امتالي كل ما بتروح كل ما بيحصل حاجة. غير كده انا هاخد الكي فريم ده. ووديه للاخر. وديه للاخر. طبعا وغير كده كمان. هروح على نفسه. وعلى براميتر عشرة دي كتير ممكن نخليها وانتاكن تلاتة. ونجرب بقى كده ونشوف. الله ينور. كده زبطت. كده زبطت. كده زبطت. كده زبطت جدا كمان بس طبعا الويند كده ميتة بقى. او نرفع التربلونس حابة نخلي دي عشرة ماشي مفيش مشاكل. خليه خمسة يلا مش مشكلة. ونعمل كمان يعني احنا عايزين تبقى فيها كل حاجة يعني كده. نجرب كده تاني. خمسة كتير أول. تلاتة. روتشان دابعوز الدنيا. ده رفحها كلها. لا خليها بقى واحد. تمام? وهنخلي الاسكيل ده قليل. نخلي الاسكيل ده قليل. نخلي الاسكيل. نخلي الاسكيل. نخلي الاسكيل. نقلي الاسكيل. لا يطلعه. اه تمام. ونشوف. ماشي. كده الى حد ما نقول ان هي. الى حد ما نقول ان هي ايه. كل اللي احنا بنعمله ده على فكرة. يعني مجرد اه زي. اللي احنا بنعمله ده مجرد اه تزبيطات. هي هي ابانت وازم انتوا فهمتوا الفكرة. شكلها عامل ازاي? اه 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 الويند. الويند خمسة والتربلونس تقل شوية. كده جميل اه. طيب. بالوقتي البرتكلز اعملت تطلع مني ورا وقدام. طيب علشان نزبط القصة بتاعت اه ورا وقدام دي. تعالوا نروح لآآ فريكشن. نروح لفريكشن. ونخلي الفريكشن عبارة عن بوكس. عشان تبقى لبرتك ايه? ايه? ايه بشي لبرتك لزي اسف. علشان 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 علم القطع في حتة في حتة واحدة. كده مسلا. وطبعا كالعادة. نروح لكل دول. اقفل القفل. تمام? وهنرمي الفريكشن. تمام? بالشكل. اهو بالمنزر ده كده. افتح بقى كده كده. هنلاقي بالشكل ده كده وناخد الويند معاك بالشكل ده كده. طبعا المود. هاي بقى قدم مش اكسل. فارشان. آآ LSه طبعا ايه هروح لليفريكشن نفسه. وهي آآ قديل الفراند. طبعا عالجي كده. نشوف زي ما انتوا شايفين اه اتحجمت تمام اتحجمت في حتة معينة زي ما حصل في البتاع بالزبط بس اللي انا عايزه ان انا عايز مش بقى انا عايز دي كده تقل ونجرب لان الفولوف لما كانت كبيرة كان بتاع ده كان قاتل البرتكراف اه لأ شكلها كده ايه تاني او خليه كده واعتقد والله اعلم ان احنا هناخد الويند دي هنسميها اب ويند الاب ويند دي هناخدها برضو نفس الموضوع لكل البهوات دول طبعا مهمة على فكرة الحتة دي مهمة انك انت ترتب يعني الويند بعد كده الفريكشن بعد كده الاب ويند دي فايدتها بقى ايه انا هعمل كده وهعمل دي كده وهحطها لهم اه طالع من هنا في الحتة دي كده هناك تمام ليه بقى عشان مش عايز تنزل في الارض يعني انا انا مش عارف يا خمسة وطب نجرب وشوف ظروفها ايه كده مزبوط على فكرة كده مزبوط جدا جدا جدا. آآ تعالوا بقى نعمل من الكاميرا ونشوف من الانجل بتاع الكاميرا شكلها هعمل ازاي الله جميل جميل رندر بقى وهنلاقيها بالشكلة اشوفكم في الجزء التالت ان شاء الله من المحاضرة كان معاكم مهندس احمد رحمن رياض من جي اف اكس اكاديمي لوب نت السلام عليكم ورحمة الله تعالى بابا